اهلا وسهلا بكم اعزائي طالبات وطالبات الصف السادس الابتدائي بنقدم لكم مادة الرياضيات تحت اشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم بنستكمل حلقات المراجعة مع بعض هنستعرض افكار مختلفة حضر ورقة وقلم والقلم الحزبة بتاعتك جنبك وحاول تحل معانا خطوة بخطوة تعالوا نشوف اول نوعية من الاسئلة النهاردة هنتعامل معها السؤال بيقول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال الاول المدى لمجموعة القيم سبعة وثلاثة وستة وتسعة وخمسة هو في عندنا اختيارات طبعا انتو عارفين بنجيب المدى ازاي لمجموعة من القيم بنختار اكبر قيمة واقل قيمة ونعمل عملية طرح اكبر حاجة عندنا هنا تسعة واقل حاجة هي تلاتة يبقى ناتج الطرحة هيبقى ستة برافو عليكم طيب نشوف سؤال كمان بيقول جرار يحرس 28 فدانا في اربع ساعات فان الزمن اللازم لحرس 42 فدانا بيساوي كام ساعة ومعانا اربع اختيارات طيب المسألة دي هنحلها ازاي هنعمل شكل النسبة بتاعنا هنكتب عدد الافدينة الى عدد الساعات لان هي دول المعلومتين اللي موجودين عندي هنخط تحت عدد الافدينة 28 وتحت عدد الساعات اربعة طيب يتبقى لي ال42 فدان طبيعي طبعا احنا نعطها تحت ال28 فهيبقى الشكل بتاعها زي ما موجود على الشاشة كده طيب احنا هنجيب الحاجة المجهولة عندنا اللي هي عدد الساعات التانية دي هنجيبها ازاي برافو عليكم هنعمل عملية المقص فهندرب اربعة في 42 على 28 تطلع الاجابة 6 ساعات طيب يتوفى مزيد من الاسئلة بيقول البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا كل البيانات اللي احنا هنعرضها دي دلوقتي هي بيانات وصفية ما عدا عايزين البيان الكمي او اللي هيعبر عنه برقم برافو سمح حد بيقول العمر اجابة صحيحة هو ده البيان الوحيد الكمي اما باقي البيانات هي بيانات وصفية طيب في الشكل المقابل الف به جيم دال متوازي اضلاع احنا عايزين قياس زاوية الف جيم دال وادانا هنا معلومتين بصنا على الرسم كويس هو مدينا قياس زاوية به بمية ومدينا قياس زاوية دال الف جيم خلي بالك الخمسة وثلاثين دي مش زاوية الف كلها لا دي زاوية دال الف جيم احنا المطلوب عندنا قياس زاوية الف جيم دال طيب هنبتدي نعمل ايه هنستفيد من الخواز بتاعة متوازي الاضلاع عندنا كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس تمام يبقى اذا قياس زاوية به قد قياس زاوية دال يبقى انا عرفت ان دال هي كمان بمية درجة طيب ركز معي على المسلس الف جيم دال مجموع زاوية المسلس الدخلة برافو بتساوي مية وتمانين درجة احنا عارفين دلوقتي زاويتين من المسلس واحدة بخمسة وثلاثين واحدة بمية والتالتة اللي هي مجهولة اللي هي احنا بندور على قيمتها فهنعمل المية خمسة وثلاثين جبنا المية خمسة وثلاثين منين جمعنا المية والخمسة وثلاثين هنترحهم من المية وتمانين فيبقى ناتج الحل بتاعنا هو ناتج طرح مية وتمانين نقص مية خمسة وتلاتين تطلع الإجابة خمسة وأربعين طيب السؤال اللي بعده بيقول إذا كانت درجات ست تلاميذ في أحد الاختبارات هي تسعة وعشرين تلاتة وتلاتين سبعة وخمسين أربعين ستة وتلاتين تسعة واربعين عايز المدى لسه حالين سؤال عن المدى فهنبتدي ندور في الأرقام اللي هو مدهالنا دي في القيم دي على أكبر قيمة وأقل قيمة ونبتدي نعمل عملية الترح ونختار الإجابة الصحيحة طبعا أكبر حاجة سبعة وخمسين أقل حاجة تسعة وعشرين فهنعمل سبعة وخمسين مقصد تسعة وعشرين ونختار الإجابة مع بعض تمانية وعشرين طيب واحد وتلاتة على أربعة بيساوي كام في المية طيب إحنا إزاي بنحول الكسر العشري أو الكسر الاعتيادي أو أي رقم أيا كان شكله إلى نسبة مقوية مفيش غير سكة واحدة هنبتدي ناخد الرقم بتاعنا ده ونضربه فيه مية طيب هنبتدي ناخد الواحد وتلاتة على أربعة ديت ونضربها في مية فهتبقى الإجابة من الاختيارات اللي قدامنا مية خمسة وسبعين في المية خد بالك بدم الكسر بتاعي أكبر من واحد يبقى النسبة المقوية بتاعتك هتبقى هي كمان أكبر من مية فده طبيعي إنها كانت تطلع مية خمسة وسبعين في المية طيب زي ما احنا اتفقنا إن فيه بعض الأسئلة هنتعرض لها في الاختبار بتاع نص السنة معلومات أديمة إحنا خدناها في سنة خمسة في سنة ربعة في سنة تالتة أي سنة من السنوات الأديمة فتعالى كده جمعنا شوية أفكار بسيطة نتذكر كنا بندرس إيه في السنين اللي فات بيقول لي إذا كانت أربعة على ستة بتساوي إتنشر على سين فإن سين زائد اتنين بتساوي ومديني أربع اختيارات طبعا إحنا هنا هنعمل إيه ممكن نعمل عملية المقص ونجيب قيمة سين فهنضرب ستة في اتنشر على أربعة نجيب قيمة السين طيب بعد ما نجيب قيمة السين هنروح نختارها لا ده هو عايز سين زائد اتنين هو مش عايز سين ركز من فضلك هو مش عايز قيمة سين لا ده عايز سين زائد اتنين يبقى أنا بعد ما هجيب قيمة سين هزود عليها اتنين فهتطلع الإجابة 20 طيب 513 على 614 ده كسر اعتيادي وفيه كسر تاني إصاده 432 على 145 عايزين نحط في النص علامة أكبر أو أصغر أو يساوي أو أكبر من أو يساوي طيب الموضوع بسيط خالص ركز لو سمحت معي احنا الكسر الأولاني البسط أقل من المقام الكسر التاني البسط أكبر من المقام يبقى من غير حلول ومن غير تفكير الكسر التاني أكبر الكسر التاني أكبر يبقى عندنا هنبص للبسط والمقام دي مسألة مميزة في الكسر الأولاني البسط أقل من المقام يبقى قيمة الكسر ده أقل من واحد الكسر التاني قيمة البسط أكبر من المقام إذن قيمة الكسر ده هي أكبر من الواحد وبالتالي هو الأكبر يبقى هنختار علامة أقل من طيب نشوف كمان مثال بيقول 24 على 5 بتساوي عايز يحول الكسر ده لصورة كسر اعتيادي تاني بس عبارة عن خليط mix طيب هنعمل ايه؟ هنختار انهي إجابة في الاربعة هنبتدي نعمل عملية اسمه هنقسم الاربعة وعشرين على الخمسة طبعا ما فيش اربعة وعشرين على خمسة ما هاش حل فهنبتدي ننزل او نصغر الاربعة وعشرين لغاية ما نلاقي عدد مناسب ينفع نقسمه على خمسة وهو العشرين عشرين على خمسة فيها الاربعة تمام عشان اربعة في خمسة بعشرين كده الباقي من الاربعة وعشرين كام برافو عليكم اربعة اذا الحل في الشكل النهائي هيبقى اربعة واربعة على خمسة طب انا عايز اتأكد ممكن تحول الاربعة واربعة على خمسة لكسر اعتيادي هنضرب اربعة في خمسة بعشرين زائد الاربعة اللي فوق اللي هي في الباست يطلع اربعة وعشرين على خمسة طيب سؤال كمان تلاتة على اربعة عايزين نحولها الكسر عشرين طيب احنا بنحاول الكسر العشرين ازاي بنحاول نخلي المقام بتاعي يا اما عشرة يا اما مية يا اما الف او احد مضاعفات العشرة فهنا هنحول الاربعة الى مية ازاي هنضرب الباست والمقام في خمسة وعشرين فهتبقى الاجابة خمسة وسبعين على مية وبالتالي هروح اختار الاختيار الاخير اللي هو خمسة وسبعين من مية طيب السؤال اللي بعده اذا كان اتنين على خمسة بيساوي سين على خمستاشر فانا سين بتساوي في فرق ما بين السؤال ده واللي كانش اكله من شوية احنا هنا عايزين قيمة سين لا هنزود عليها حاجة ولا هنشيل منها حاجة يبقى هنعمل عملية المقاصة على طول مباشرة هنضرب اتنين في خمستاشر على خمسة ونختار الاجابة من الاربع اختيارات اللي قدامنا تطلع الاجابة بتاعتنا ستة دي كده كانت اسئلة يعني اتعاملنا معاها في سنين قبل كده ودي موجودة فعلا معنا في الامتحانات لازم نتمرن عليها تعالوا نشوف دلوقتي مع بعض مزيد من الافكار والامثلة المختلفة تعالوا نشوف المثال اللي جاي عبارة عن اين تعالوا نشوف مع بعض اول مثال نتعرض دي النهاردة المسألة بتاعتنا بتقول اذا كانت النسبة بين مساحتين قطعتي ارض هي خمسة الى تسعة فاذا كانت مساحة احدهما تزيد عن الاخرى بمقدار مية وعشرين متر اوجد مساحة القطعة الاصغر طيب تعالوا نبص كده مع بعض نتعامل ونحل ازاي المسألة دي مع بعضنا طبعا هو مديني النسبة بين مساحتين قطعتي الارض يبقى انا عندي قطعتين فاحنا هنقول كده الاولى الى الثانية طيب ونبتجي نحط النسبة بتاعتنا اللي هي خمسة الى تسعة جميل عندي رقم في المسألة تاني اللي هو مية وعشرين متر طب يا ترى المية وعشرين متر دي يخص القطعة الاولى ولا يخص القطعة التانية لما نيجي نقرأ كده مساحة احدهما تزيد عن الاخرى بمقدار مية وعشرين متر بدان في كلمة تزيد يبقى ايزا احنا هنعمل هنا خانة جديدة وهنسميها الفرق والفرق ده كنا بنعمل عملية طرح تسعة نقس خمسة تدينا اربعة وبالتالي هنحط المية وعشرين متر تحت العدد اربعة نبتجي نحط علامة استفهام تحت القطعة الاولى كفاية ليه؟ لانه هو عايز مساحة القطعة الاصغر طبعا عرفت منين لان النسبة بتاعتها هي الاقل لو انا عايز اجيب القطعتين مفيش مشكلة بس هي هنجيب الصغيرة بس طب هنجيب مساحة القطعة الاولى او الاصغر ازاي؟ هنبتجي نعمل عملية مقص اهو يبقى هنضرب خمسة في مية وعشرين على اربعة تطلع مية وخمسين متر لو انا عايز اتأكد ان مسألتي صح مضطرة جيب مساحة القطعة التانية وبعدين ابتدي اطرح المساحتين لو طلعت مية وعشرين يبقى انا المسال بتاعي مظبوط طيب تعالى نشوف كمان مع بعض كمان مسألة تانية المسال بتاعي بيقول محراث للارض الزراعية يحرس ست افدنا في سلاس ساعات طيب ركز معايا كده علشان نحط معلومات نحط المعلومات بتاعتنا نحط تحتها خطوط كده المحراث الاولاني بيحرس ايه ست افدنا في سلاس ساعات طيب واذا حرس محراث اخر اتناشر فدان في اربع ساعات فاي المحراثين افضل طبعا احنا قلنا ان طريقة المعدل او درس المعدل ده علشان نقارن ما بين حاجتين قلتين سيارتين عربيتين يعني اي حاجة كفاءة مصنع دلوقتي احنا علشان نقارن ما بين المحراثين هنجيب المعدل بتاع المحراث الاول والمعدل بتاع المحراث التاني طيب فهنبتدي نقول معدل المحراث الاول طيب بنعمل ايه عشان نجيب المعدل قلنا بنقسم العدد الاولاني على العدد التاني من غير تدخل في اي ترتيب يبقى اينا هنقسم ستة على تلاتة تطلع الاجابة اتنين طيب اتنين ايه لازم اخد الوحدة بتاعتي ازاي العدد الاولي كان جنبه كلمة افدنا والعدد التاني جنبه كلمة ساعات يبقى هنا اتنين فدان لكل ساعة طيب بنفس الطريقة تعالى نجيب معدل المحراس الثاني هنعمل ايه هنقسم الاثناشر على الاربعة يبقى هنا هنقول اتناشر على اربعة تطلع تلاتة بنفس الطريقة كلمة فدان وكلمة ساعة يبقى تلاتة فدان لكل ساعة كده انا جبت المعدل بتاع المحراس الاول والتاني واضح طبعا ان التاني اكتر من الاول يبقى المحراس الثاني افضل لازم نقول الجملة اللي في الاخر ديت عشان هو كان الطلب بتاعه مين الافضل في المحراسين طيب تعالى نشوف كمان نسال مع بعض بيقول لي اذا كانت النسبة بين اعمار هدى الى مونة الى على هي تلاتة الى اربعة الى خمسة واذا كان الفرق بين عمر هدى وعمر مونة هو تمن سنوات فيحسب عمر كل من هدى ومونة وعلى طيب احنا دلوقتي عندنا نسبة ما بين تلاتة مين هما هنكتبهم بالترتيب هدى الى مونة الى على ونحط النسبة بتاعتنا اهية تلاتة الى اربعة الى خمسة كلام جميل لما نيجي نقرأ المسألة كويس بيقول لي يبقى الفرق الفرق ده يعني هنعمل عملية الطرح والطرح ما هنفعش غير بين حاجتين لو مجموع كان ممكن يبقى مجموع التلاتة طيب نقرأ كويس عشان نعرف احنا هنطرح مين ومين هدى ومين ومونة يبقى احنا هنيجي نعمل هنا فرق جديد للنسبة وهنسميه الفرق طيب هنطرح مين ومين هدى ومونة يعني التلاتة والاربعة طبعا اربعنا استلاتة هيطلع واحد هنخط تحت الواحد الفرق اللي هو التمن سنوات نشد الخط بتاعنا ده ونبتدي نحط علامات استفهام المرادي تحت التلاتة لانه هو عايز عمر هدى ومونة وعلى عن طريق المقص هنجيب عمر هدى هيبقى تلاتة في تمانية على واحد يعني اربعة وعشرين سنة بالمثل مونة هتبقى اربعة في تمانية على واحد يعني اتنين وتلاتين سنة اما عمر علا فبرضو هيبقى خمسة في تمانية على واحد يعني اربعين سنة يبقى احنا كده جيبنا عمر التلات شخصيات اللي عندي هدى ومونة وعلى طيب تعالى نشوف مع بعض مثال اخر المثال بتاعي بيقول الجدول التالي يبين عدد الساعات التي يقضيها اربعين تلميذ في استذكار دروسهم يوميا مديني جدول توزيع تكراري اهو عدد الساعات وعدد التلميذ طب المطلوب ايه؟ المطلوب بيقول لي مثل هذه البيانات باستخدام المنحنة التكراري فاكرين طبعا احنا بنرسم ازاي الرسمة بتاعة المنحنة التكراري تعالى نعملها عملي مع بعض الجدول بتاعنا موجودة هو على الشاشة عدد الساعات وعدد التلميذ طبعا اول خطوة بنبتدي نسحب المصطرة بتاعتنا ونبتدي نعمل المحورين الافقي والرأسي احنا اتفقنا على الخطوات دي قبل كده قادي المصطرة هنبتدي نعمل الخط الرأسي وليكن لغاية هنا كده وبعد كده نبتدي نعمل المحور الافقي بتاعنا طبعا احنا قلنا هنسمي المحور الافقي المجموعات والمحور الرأسي هنسميه التكرار وده موجود في كل الاسئلة يعني في كل انواع الاسئلة بتاعتنا مهما اختلف الحكاية او الحدوطة بتاعت المثال احنا هنبتدي نعمل تحت المجموعات وفوق التكرار طيب نبتدي نبص للجدول للمجموعات بتاعتي اللي هو الصف الاول فهنيجي نكتب هنا الواحد وبعد كده الاثنين بعد كده تلاتة بعد كده اربعة خمسة وبعدين كنا بنزود واحدة اللي هي ستة طيب نبص على التكرارات اعلى تكرار عندي طبعا المجموع ده برا اللعبة اعلى تكرار عندي هو اثناشر فانا ممكن امشي طبعا واحد اثنين ثلاثة وممكن نمشي اعداد زوجية اهم حاجة نغطي العدد اللي موجود عندي في الجدول اكبر عدد موجود عندي طيب كده احنا عدينا الاثناشر طيب نبتدي نحط الايه النقط بتاعتنا طبعا مفاكرين ان احنا بنحط النقطة ما بين المجموعة الاولى والتانية يعني مش على خط الواحد ولا على خط الاثنين لا احنا هنحط الستة ما بين الواحد والاثنين يبقى هنطلع في النص كده ونحط نقطة عند رقم ستة بعد كده ما بين اثنين وثلاثة هنحط نقطة عند رقم ثلاثة بعد كده المجموعة ثلاثة هنحط نقطة عند رقم تمانية بعد كده ما بين التلاتة والاربعة تخطينا تمانية ما بين الاربعة والخمسة هنحط عند اتناشر بعد كده اخر حاجة ما بين الخمسة والستة عند العدد حداشر ونبتدي نوصل النقط بتاعتنا دي فهيطلع المنحنة بتاعنا عامل كده طبعا التوصيل لازم يبقى بالايد ده الشكل بتاع المنحنة التكراري للجدول بتاع توزيع التكراري اللي عملناها بطريقة عملية اكتر من مرة ودي لازم تبقى موجودة في الامتحانيات بتاعتنا تعالوا نشوف مزيد من الامثلة بتاعتنا طيب هنبص دوقتي مع بعض مثال اخر بيقول ايه متوازي مستطيلات قاعدته مستطيلة الشكل محطها ستين سنتين والنسبة بين طوله وعرضه تلاتة الى اتنين احسب حجمه اذا كان ارتفاعه عشرة سنتين تقرى المسألة اكتر من مرة وتحدد المعلومات اللي هو عطهالنا في المسألة بتاعتنا هو مدينا مساحة قاعدة متوازي المستطيلات اللي هي على شكل مستطيل ستين سنتين ومدينا النسبة بين طول وعرض القاعدة اللي هما طول وعرض برضو متوازي المستطيلات ومدينا ارتفاع عشرة سنتين طيب يا طارى هنبتدي نمشي ازاي اول خطوة لازم نجيب نص المحيط ليه عشان يبقى الطول زائد العرض فقط فاحنا هنبتدي نمسك الستين ونقسمها على اتنين فيدينا تلاتين طيب بعد كده نبتدي نعمل عملية نسبة طول الى عرض الى مجموع طيب الطول والعرض كانت النسبة ما بينهم تلاتة الى اتنين يبقى مجموحهم خمسة هنحط تحت الخمسة الستين سنتي اللي هو مدهم لنا التلاتين سنتي بعد ما قسمناه على اتنين نبتدي نعمل عملية المقص عشان نجيب الطول الحقيقي كام والعرض الحقيقي كام يبقى كده بقى معايا الطول والعرض وهو كان مديني الارتفاع بمنتهى السهولة نعرف نروح نجيب حجمه متوازي المستطيلات ونستخدم القانون بتاع الطول في العرض في الارتفاع طيب الطول هيساوي تلاتة في تلاتين على خمسة يطلع تمنتاشر سنتي العرض يبقى تنين في تلاتين على خمسة يبقى باثناشر سنتي الارتفاع كان هو ادهولنا كمعلومة عشرة سنتي معايا طول وعرض وارتفاع يبقى الحجم هنستخدم القانون الاول الطول في العرض في الارتفاع يبقى تمنتاشر في اتناشر في عشرة يطلع 2160 سنتيمتر مكعب ده كده الحجم بتاع متوازي المستطيلات تعالوا دلوقتي نعمل زي ملخص كده للأفكار بتاعة حجم المكعب وحجم متوازي المستطيلات ايه الافكار اللي ممكن تقابلني في معظم المسائل في شكل مخطط تعالوا نعمل مخطط كده ونشوف شكله يا ترى هيبقى عامل ازاي طيب تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نعمل مخطط نجمع بأفكار لحجم المكعب وحجم متوازي المستطيلات تعالوا نبتدي الاول بالمكعب طيب انا علشان اجيب حجم المكعب عايز طول حرفه او طول ضلعه طيب ممكن يجديني معلومة ايه غير طول الحرف ممكن يجديني مثلا محيط القعدة ممكن يجديني مجموع اطوال احرفه اللي هم اتناشر ممكن يجديني مساحة القعدة او مساحة الوجه طيب دول تلات افكار احنا عايزين من كل واحد من دول نوصل لطول حرف المكعب طيب هنوصل ازاي لطول حرف المكعب لو اداني المحيط بتاع القعدة هنقسمه على اربعة لو اداني مجموع الاحرف هنقسمه على اتناشر لو اداني مساحة القعدة هنبتدي ندور على عدد ينضرب في نفسه يدينا المساحة او ممكن نستعمل العلامة دي جوه الالة الحزبة اللي هو اسمها الجزر التربيعي طيب وصلنا لطول الحرف ازاي بعد كده نجيب الحجم بتاع المكعب اه علشان نجيب طول الحرف وصلنا لطول الحرف نعمل ايه علشان نجيب حجم المكعب هنضرب طول الضلع في نفسه في نفسه كلام جميل طيب في معلومة كمان هنضيفها ايه هي لو انا جدتك الحجم بتاع المكعب ازاي من الحجم تروح تجيب طول حرف المكعب بطريقة سريعة كده العلامة دي اسمها الجزر التربيعي في علامة زيها بالضبط بس في هنا عليها تلاتة كده ده اسمه الجزر التكعيبي لو انت جبت الحجم حطته تحت العلامة دي يدينا طول الحرف على طول بتاع المكعب ده مخطط كده يخص المكعب طيب تعالنا نشوف ايه متوازن مستطلات نعمله تخطيطة زي دي كده طيب خد بالك في متوازن مستطلات ممكن يديني مجموع ابعاده وممكن يديني مجموع احرفه او مجموع اطوال اضلاعه طيب انا علشان يديني دي او دي لازم هيكون مديني نسبة ما بين الابعاد اللي هو الطول والعرض والارتفاع طيب لو ابتدنا بديه علشان يديني مجموع الاحرف هناخد مجموع الاحرف نقسمه على اربعة وبالتالي نوصل لمجموع الابعاد طيب بعد ما وصلنا لمجموع الابعاد نعمل ايه هنبتدي بقى نقول الطول الى العرض الى الارتفاع الى المجموع طيب ونبتدي نعمل نسبة وتناسب عادي خالص ونجيب الطول الحقيقي والعرض والارتفاع بعد ما نجيب الطول والعرض والارتفاع هنجيب ازاي الحجم بتاع متوازي المستطيلات عندنا قولنا في سكتين يا اما هنضرب الطول في العرض في الارتفاع او الفكرة التانية اللي هي هنضرب مساحة القعدة في الارتفاع كده احنا عملنا تخطيطة او ملخص لبعض الافكار اللي ممكن تقابلني في درس المكعب وفي درس متوازي المستطيلات نركز فيها كويس ونحاول نطبقها واحنا بنحل الامثلة اللي على الدرسين دول تعالوا نكمل الحلقة بتاعتنا ونشوف مزيد من الامثلة تعالوا نشوف مع بعض مثال كمان المثال بتاعنا بيقول محاسب في احد البنوك راتبه الشهري الفين جنيه يطرف تلات اربع مرتبه ويوفر الباقي اوجد نسبة ما يصرفه المحاسب الى راتبه الشهري نسبة ما يوفره الى راتبه ثالثا نسبة ما يصرفه الى ما يوفره عبارة عن نسبة احنا عايزين نجيب نسبة ما بين حاجتين طب نبتدي نحل ازاي المسألة دي لازم اجهز ثلاث معلومات مرتبه قد ايه بيصرف قد ايه بيوفر او بيدخر قد ايه احنا عارفين ان راتب المحاسب الفين طب اللي بيصرفه هنضرب الالفين في تلات اربع يبقى الف وخمسمائة جنيه يبقى بيوفر كام الفين ناقص الف وخمسمائة يبقى خمسمائة جنيه ركز في التلات ارقام دول عشان هما دول اللي هنحل بيهم النسب بتاعتنا اول طلب كان عايز النسبة ما بين اللي بيصرفه وراتبه هنقضت الارقام بتاعتنا الف وخمسمائة الى الفين طبعا اول خطوة هنطير الاصفار بقت خمستاشر الى عشرين هنقسم على خمسة تبقى تلاتة الى اربعة دي الصورة الابسط هي للنسبة ما بين الطلبين بتوعين طيب تاني حاجة كان عايز النسبة ما بين اللي بيوفره وراتبه يبقى خمسمائة الى الفين طيب نطير برضو صفار تبقى خمسة الى عشرين نقسم على خمسة تبقى واحد الى اربعة دي النسبة ما بين اللي بيوفره وراتبه في ابسط صورة ثالثا كان عايز النسبة ما بين اللي بيصرفه واللي بيوفره نحط ارقامنا الف وخمسمائة الى خمسمائة برضو هنطير أو هنكانسل الصفرين يبقى 15 إلى 5 بالإسم على 5 تبقى 3 إلى 1 في نهاية حلقتنا أتمنى أن كل الطلبة تكون استفادت بالأفكار المختلفة المتنوعة طبقت بأيديها وتكون سجلت المعلومات المهمة اللي شافتها في الحلقة بتاعتنا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله